رغم اكتساح جبهة التحرير الوطني لنتائج انتخابات تجديد نصفي لمجلس الأمة بتسعة وعشرين مقعدا إلا أن بوشارب توعد من وصفهم بالمتخاذلين في أداء وجبهم تجاه مرشحي الحزب بوشارب خلال ندوة صحفية أعقبت الإعلان عن النتائج الأولية أكد أنه لا يعتمد التمييز بين منتخبي ولايات الوطن حزب جبهة التحرير الوطني لا يفرق بين العاصمة وبين تمنرست بالرغم من أنه هناك بعض المناظرين على مستوى العاصمة تخاذلوا في أداء وجبه وبعد الانتيام من هذه العملية عندناك لم يكن نقوله وحول ترشح رئيس الجمهورية من عدمه للرئاسيات المقبلة كشف منسق هيئة تسيير الحزب العتيد أنه سيفصل في ذلك باستدعاء الهيئة الناخبة بعد حوالي خمسة وعشرين يوما الرئيس يقرر حينما يريد أن يقرر انتخابات الرئاسية سيفصل فيها باستدعاء الهيئة الناخبة على أبعد تقدير من الآن قد نقوله حوالي خمسة وعشرين يوم سباق محموم بنكة التحضير لمواعيد انتخابية كبرى انتهى أوليا بالأفلان في الطليعة فيما أتى لارندي في الصف الثاني في انتظار نتائج المجلس الدستورية